أقدت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الشارق اجتماعا تنسيقيا مع المجلس البلدي لمدينة دبل حصن صباح اليوم في مقار المجلس وذلك في طور التعاون والتنسيق المستمر بين المجالس البلدية والدائرة حضر الاجتماع سعدت سالم بن محمد النقبي رئيس الدائرة عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وسعدت أحمد بن محمد جمعون يحياء رئيس المجلس البلدي لمدينة دبل حصن وسعدت طالب عبدالله صفر مدير بلدية دبل حصن وأكد رئيس الدائرة الدورة الكبير للمجالس البلدية والمهامة وعلاقتها مع الدوائر والمؤسسات الحكومية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والاهتمام بشؤون المواطنين والمقيمين في الإمارة اشتركوا في القناة